ما حكم صيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان أولا صيام الست سنة عند جماهير العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر يعني السنة وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن رمضان عن عشرة أشهر لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يبقى من السنة كم شهران إذا كان رمضان عن عشرة يبقى شهران شهران إذا صام ستة أيام فإنه يصوم يعني بدلها ستين يوم فحين أيضا تكمل السنة لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فالإنسان المسلم يحرص على صيام الست اقتداءا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على أن يكمل له تمام السنة كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب عندنا تساؤل يا شيخ المرأة الآن اللي عليها قضاء وهي تعمل وتقول الآن ويش يسوي أصوم الست من شوال والقضاء ولا أبدأ بالقضاء إن استطاعت أن تبدأ بالقضاء فهو أولاء وإن لم تستطع فإنها تصوم الست من شوال وتؤخر القضاء وليس في ذلك بأس إن شاء الله وأيضا بعض العلماء يقول لو صامت القضاء وصامت الست في ذي القعدة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر بأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سواء كان ذلك في ذي القعدة أو في صفر أو في غيره فهي إذا صامت ستة أيام تكون كأنها صامت ستين يوما في أي وقت كما أخبر بذلك الله في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى أن لذكر شوال في الحديث خاصية تلامس القلب ولذلك أداؤها في الست يكون موافقا للحديث وأسلم نعم نعم